يحتفل الأوروبيون بكذبة أيبرل نيسان أو يوم الكذب في الأول من الشهر الرابع من السنة الميلادية في كل عام من خلال الخدع وإطلاق النكات يسمى من يصدقون هذه الكذبات بضحايا كذبة أيبرل حيث تشارك وسائل إعلام وصحف ومجلات في الكذب أيضا بأن تنشر مثلا أخبارا ملفقة أو قصصا وتقارير ليست لها أي أساس من الصحة نحن لم نفعل هذا وعلى الرغم من شعبية هذه المناسبة منذ القرن التاسع عشر إلى أنها لم تصبح احتفالا رسميا في أي بلد في العالم حيث ظلت فقط مرتبطة بالدعابات حتى لو أنها كانت مؤلمة أحيانا وتعددت الأقويل حول الأصل التاريخي لكذبة أيبرل أبرزها تلك القصة التي تعود للعصور القديمة حيث كان الاحتفال بالعام الجديد يتم في الأول من أيبرل نيسان ولكن في عام 1582 تم تغيير رأس السنة الميلادية إلى الأول من يناير ولكن لم يعلم الجميع بذلك فمن استمر بالاحتفال في الأول من أيبرل كان يعرف باسم كاذب أيبرل شركات التقنية العالمية لم تفوت بالطبع هذا اليوم من أجل زيادة تسويقها وأرباحها وعمدت إلى إطلاق شائعات لتحقيق هذا الغرض شكرا 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 شكرا